بعد أن كان قبلة المتسوقين والباعة ويشهد ازدحامات لا تتوقف أصبح سوق عصيفر المركز بيتعز مهجورا يملأ شوارعه ركام الدمار ليبدو كأنه اليوم مسكونا بالأشباح حين تمر في أحياء تعز تدرك أن الحرب لا تصنع غير الدمار وهي من تسلب الأرواح وعدمة الحياة عن المكان ليسكن الأشباح سوق عصيفر أحد أسواق تعز حيث كان يكتب بالمارة والباعة ليصبح اليوم خاليا من حياة البشر الحراري كان هنا زحمة فيه وكان سكان يعني أكثر سكان بداخل تعز هنا كان الحراري وكثفت السكان والمقوات كان الدنيا ما رشع الله بعدما قال الحرب هذا الحمد لله الحمد لله نزح للناس كامل هنا من المقوات ومن الحارة كامل مع تباق الله حارة بسيطة بس اسموه ناس قليل ما همش يعني بكل منطقة خمسة ستة بس كان يعد محطة تغمع للكثير من الناس اليوم بعد ثلاث سنة من حرب أصبح خاليا طالتوا هذه الحرب وطالتوا القذائف وطاله القصف العشوائي من قبل أطراف الحرب اليوم لم يعد كما كان في السابق أصبح خاوية على عروشها لم يكتفي الدمار بالمنازل فقط فهذه المقاعد كانت أماكن يفترجها الباعة فكان لها نصيب من الدمار تحولت الحياة هنا إلى شبه مستحيلة بسبب قربها من خطوط النار والتي شردت السكان من منازلهم ليظل الباقية ممن لم يغادر يعاني ويلات الحرب السوق أصبح مدمر الدكاكين ما عادت صالحة للاستعمال يعني كل شيء معطل داخل السوق بالنسبة للبنايات بالنسبة للذكاكين بالنسبة للأرض نفسها مع عادة صالحة للتجارة ولا عادة صالحة للسكن كانت زخوة مزحهم ما شاء الله والدنيا هناك وعالم الآن مع الحرب ما تفجحها هنا هذه منطقة خالية على عروشها ما بشح حولها نطلب الله هناك والمقاوة تتوزعها بكل مكان إن عدمت الحياة عن سوق عصيفرة حيث اكتفت الصورة بوصف تلك الأماكن الخالية من أرواح البشر ليظل المواطن تائهن يبحث عن يوم العودة إلى تلك الحياة الطبيعية